على الرغم من أن نوران بعيد عن الخطر إلا أنه لا يبدو من الممكن لهم لم شملهم مع أفسون عندما سلموا نوران إلى منزل الأطفال تنتظر الأسرة الحاضنة واستحاب الفتاة الصغيرة واستحابها إلى منزلها لا يوجد مخرج آخر سوى جعل الأسرة الحاضنة تتغاضى عن نوران وتستسلم في الحي المؤسف يتم تشكيل تحالف جديد وضعوا زهال وصف الأنظارهما على منازل بوتي على أمل تمزيقها بالتأكيد هذه المرة وبدأوا في تنفيذ خطة متستر سيتم الكشف عن خوانة سيمر تم حرق جميع الجسور لسيمر الذي أدرك أنه لا يستطيع البقاء في القصر لفترة أطول أدار وجهه إلى كنان سوف تتعلم النار عن خيانة سيمر وتأتي بعده الشخص الوحيد الذي يمكنه حماية بحر من خطر الموت الوشيك هو أفسون لن يتم إغلاق هذه الصفحة حتى يتأذى شخص ما بعد الآن الربيع والنهر الآن على وشك الموت للعب أوراقهم الرابحة للأخيرة يتحرك الحريق لوقف النهر ولكن بعد فوات الأواني لبعض الأشياء كما استنفدت آمال أفسون في استعادة نوران إن معرفة أن الأسرة الحاضنة أظهرت قربها من نوران ستكون الضربة الأخيرة التي تدمر أفسون وهو الآن على يقين من أنه ليس لديه خيار سوى المخاطرة بكل شيء وخطف ابنته إفسون أردا ونوران مصممون على الهروب نحو حياة جديدة حيث سيكونون معا طوال الوقت ولن يتم فصلهم أبدا طالما أنهم لا يستطيعون شرح والدي نوران الحقيقيين فإن أيديهم مقيدة إنهم يخمنون من قام بالإخطار الذي تسبب في كل هذا سمري أظلم عينيه إنه يقلب حياة الجميع رأسا على عقب ما حدث لدن أخيه نهير يزيد من كراهية كنعان ضد آتي نظرا لاستمرار الخطر على بحر يبدأ إرمر في إخفاءها في مكان يمكن أن تكون فيه آمنة لكن حتى في السجن ليس من السهل الهروب من غضب كنعان من ناحية أخرى يطلب إفسون من فولكان المساعدة للوصول إلى نوران عندما لا يكون هناك خيار آخر لكن حتى الاستيلاء على كينان لن يحل التوتر بين بحر وآتي وفي الليلة التي لا يستطيع فيها أردا تقديم حساب فإن زواجه من أفسون سيؤدي إلى الانحطاط قرر أفسون أخذ نوران ومغادرة المنزل لكن أردا لن تسمح له ديسمبر سوف يذهب بمفرده بدلا من أفسون وأطفاله ألعاب سيمر تحقق الغرض منها ولكن عندما يقوم سومري بخطوة أخيرة خارج الخط يتخذ السلطان أخيرا إجراءا مع اشتداد حرب النساء في القصر سيكون هناك أطفال يعانون منها مرة أخرى يتعلم نوران مثل هذه الأشياء عن نفسه وعائلته بحيث ينقلب عالمه رأسا على عقد لا يوجد سوى بحر ونار حيث يمكن لفتاة صغيرة أن تلجأ في هذا الوقت الصعب يبدو كما لو أن القدر مصمم على لم شامل بحر وابنتها لن يكون هناك خيار سوى العودة إلى إسطنبول من أجل أفسون لكن الذهاب إلى إسطنبول يعني تقريب نوران من والده آتي نمى ذعر أفسون كثيرا لدرجة أن الخطأ الحتمي يأتي خلال احتفال عيد ميلاد نوران في هذه الأثناء كل خطوة في لعبة الانتقام من آتي يوتشي تجبر كيناني على الخروج من الحفرة التي يختبئ فيها يردد صوت النار في أذنيهم جميعا واحدا تلو الآخر سيتم معاقبة الجميع الجميع نوران الصغير هو سبب حياته لكن يأتي اليوم تفتح الأبواب الحديدية لسجن سينوب ببطء يصبح تحرير بحر بداية الكوابيس الأكثر فضاعة لأفسون ظل أولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوفه هو أيضا فوقهم في كل لحظة فقد بحر كل شيء في لال السنوات الماضية على عكس أفسون الشيء الوحيد الذي يمنحه الأمل والقوة هو أن يكون قادرا على رؤية ابن أخيه نوران الذي يعرفه وأن يكون قريبا منه لأنه ليس لديه عائلة ولا ذرية فقط ولا نار معه بعد الآن يبدو الأمر كما لو أن النار في قاع بئر مظلم لقد بدأ يلعب لعبة خطيرة للغاية للوصول إلى كينان لعبة لم يستطع مشاركتها مع أي شخص ويمكن أن تجعله يخسر بحر إلى الأبد لكن كل الألعاب تخرج في مكان واحد امرأتان امرأتان الربيع والانفعال ومن بينهم طفلة صغيرة بريئة لا تعرف شيئا لائقا كل الأسرار كل الأكافيد كل الحروب تهز حياتهم أكثر من غيرها هل هناك سؤال واحد فقط الآن؟ هل ستتمكن بحر من استعادة طفلها الذي سرق منها؟ خاطر السلطان بكل شيء لوضع حد لمعاناة أفسون وهناك لعبة من شأنها أن تجعل البحار وفسون الأعداء إلى الأبد يبدأ تلوح في الأفق ولكن هناك شيء لا يأخذه أي منهم في الاعتبار فتح كينان عينيه أخيرا ويريد الانتقام بينما تعاني عائلة أتاحا أيضا من انهيار داخلي لم يعد أحد آمنا الربيع الخداع النار أرد كما يتحول كل شيء إلى مكان الحريق وهذه النيران على وشك أن تبتلع كل منهم عمر مصمم للغاية على الاستيلاء على بحر في غضون أربع وعشرين ساعة والنار سوف تلقي بظلالها عينيه حتى يتمكن من دوج عمر الذي هو بعده والحصول على بحر هناك أناس في كل مكان سيستخدمون وضع بحر وضعف السلطان بشأن أبناء أخيه لمصالحهم الخاصة يبدو الأمر كما لو أن هذه عملية تفقق لعائلة أتاحان أيضا رحلة بحر وإفسون حامل بأحداث غير متوقعة ستبدأ فترة جديدة من حياة الجميع هذه العملية التي تقرب الأخوين قد تعني في الواقع نهاية كل شيء علم آتي أن كينان هو الذي استأجر مطلق النار الذي قتل عائلته أي أنه أوفى بأمر ديبي أتاهم لكن نار الانتقام التي تعيد تغليف الذات بأكملها تؤدي أيضا إلى سلسلة من الأحداث التي ستقود حياة أحبائه إلى الدمار صد طلقات نارية في قصر أتاهم يمكن أن تثق لحماية وإنقاذ بحر والطفل في بطنها الآن عمر يذهب على الفور بعد الحادث لأن هناك جريمة قتل في الوسط الحي غير المحظوظ يصبح جسدا واحدا ضد الشرطة ولكن الآن السبيل الوحيد للخروج من بحر وإفسون هو الهروب أن الحياة هي معلوماتي الفيديو انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات